اليوم مشاهدين الكرام نحتفل بهذه الذكرى العطرة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو تلك الثورة البيضاء التي خرج فيها الشعب المصري ثائرا على جماعة فاسدة الهدف والمقصد وشعب أبي سطر خلال هذه الملحمة بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية هذا الوطن وبرهنت بعزيمته القوية أن الشعب وأن الشعوب حينما تنطفد لا يمكن أن يقف أمامها عائق لم تعرف مصر انقساما عبر تاريخها مثل هذا الذي أحدثته جماعة الإخوان الإرهابية بين جموع المصريين خلال فترة حكمها والذي لم يدم سوى شهور قليلة السجل الحافل والتاريخ لم ينسى أبدا للجماعة إجرامها بحق مصر والمصريين ولذلك جاءت قطيعة لرجع فيها مع فصيل تصور أنه فوق الوطن على الإطلاق لا يمكن أن نذكر وننسى في هذا اليوم العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحون هذه النعمة الغالية نعمة الوطن والتي نحمد الله عليه ليلة نهار نتذكر شهدائنا الأبرار من أبناء الشعب المصري من القوات المسلحة والشرطة الباسلة والقضاء المصري الشامخ ونقول لأسرهم جميعا إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون وأحياء في قلوبنا وفي وجدان هذا الوطن الأصيل الذي أبدا لا ينسى فضلهم إن روح ثورة الشعب المصري روح الثلاثين من يونيو بما تمثلهم من تحدي وقدرة على قهر المستحيل ذاته ما زالت ينبراز في عالمنا حتى اليوم وشعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الرهنة بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب المصري في اجتياز التحديات والتي توهم لبعض الوقت المتربصون بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا وبئس ما تمنوا على صخرة ثورة الثلاثين من يونيو تفتتت أحلام جماعة الإخوان الإرهابية للأبد وذلك بعد تكاتف المصريين يدا بيد بعد قوات المسلحة ورجال الشرطة لإجهاض كل مخططات الجماعة الإرهابية من تسع سنوات تحديدا خرج ملايين المصريين إلى الشوارع في ميادين مصر بالقاهرة ومختلف المحافظات ورددوا هتفات كثيرة لعل من أبرز هذه الهتفات يسقط حكم المرشد نحن نتذكر تماما هذه الهتفات كأنها كانت بالأمس هتفوا بقوة من أجل إنقاذ الوطن من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي والحفاظ على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة وأيضا أخوانة الدولة محاولة أخوانة الدولة والدخول في كل مفاصل مؤسسات الدولة وأيضا نتذكر كيف أيضا حولت الجماعة الإرهابية استفتاء مارس في عام 2011 إلى معركة دينية طائفية اختطفوا مجلس الشعب اختطفوا مجلس الشورى احتكروا لجنة الدستور وأصدرت الجماعة إعلانا دستوريا يمدح المرشد وليس الدولة سلطات مطلقة هي إذن قبلة احتفل بها مرسي وقبل احتفل مرسي بانتصار أكتوبر في حضور الجماعة الإرهابية قتلت الرئيس الشهيد محمد أنور السداد في استاذ القاهرة الدولي لا ننسى على الإطلاق هذا المشهد والذي تضامن مع محاولات لتشكيل ميليشيات من الإرهابين تحل مكان وزارة الداخلية وحملات ضد الأقبات والكنائس لأول مرة في مصر كانت تتعرض الكاتدرائية لهجوم كما تم اغتيال علني لمواطنين على الهوية مع صعود حكم الإخوان إلى سدة الحكم بدأت عمليات أخوانة الدولة الواسعة وتسرب الأعضاء أعضاء التنظيم الإرهابي إلى مفاصل الدولة هجمات على الجامعات وعلى كل ثوابت الدولة المصرية تحول فيها مجلس الشعب إلى سرك لمن يؤذن ومن يصرخ ومن يهاجم لرموز الدولة وتزامن كل هذا مع طوابير الخبز والبتجاز والوقود وانقطاع للكهرباء المصريون انتبهوا في هذه الأحداث وفي هذا الوقت مبكرا وبدأت عمليات المقاومة في المحافظات المختلفة شارك في هذه المظاهرات لمواجهة حكم الإرهاب في الثلاثين من يونيو من عام 2013 خرج عشرات الملايين إلى الميادين المصرية والشوارع المطالبة كانت بإنقاذ مصر من حكم الجماعة الإرهابية وحماية الهوية المصرية المظاهرات أيضا طالبت القوات المسلحة بحماية الوطن من حكم المرشد وطلاقة وتلافي مصائر دول ربما دخلت في اقتطال أهلي وفقدت الأمن والأمان بل وفقدت الحياة القوات المسلحة المصرية استجابت على الفور ولبت نداء الشعب المصري وبدأت عملية تطهير مصر بخطوات دستورية وقانونية وبحضور رموز الدولة المصرية والأحزاب والأزهر والكنيسة وعد إلى مصر وجهها التاريخي بعد البيان الذي أعلنه وزير الدفاع وقتها المشير عبد الفتاح السيسي ليحدد خطوات الانتقال إلى دولة الدستور بعد إنقاذها من حكم الإرهاب خلال خمس سنوات تحول وجه مصر إلى دولة الناهضة تحظى بالأمان وتبني نفسها وتبني مستقبلها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وجهت موجات عاتية من الإرهاب الأسود وأيضا تحالفا ملعونا بين قوة شر وضمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا في كلمتي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو شدد السيد الرئيس على أن مصر وجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق بصمود أسطوري لشعب عظيم لينضي شعبها في المسارين معا البقاء والبناء أكد أيضا السيد الرئيس أن المجهود الهائل الذي بدلته مصر خلال السنوات الماضية أصبح سندا في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم وهما جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية أوضح السيد الرئيس أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه وبنجاح وبدقة منذ عام 2016 وكل ما تحقق خلال السنوات الماضية من جهود تنموية تتصابق فيها كل مؤسسات الدولة ولكن تدعيات هذه الأوضاع الدولية الحالية كانت أمرا في غاية الصعوبة ترجمة نانسي قنقر